اختارت مؤسسة العالم في أمريكا جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين زعيماً للسلام لعام 2020 وعلنت رئيسة المؤسسة نداد القموني بأنه تم اختيار الملك عبدالله الثاني وذلك لرمزية جلالته القوية والفاعلة في إرساء السلام العادل محلياً وأقليمياً ودولياً كما أن جلالته يتمتع بالاحترام والثقة التي تساعد في توحيد الرؤى والتطلعات المحلية والإقليمية والدولية للعمل الجادي والمخلص نحو بناء جسور السلام بين الدول وبين الشعوب وحرصه أيضاً على ترسيخ العدالة والشراكة في صناعة القرار وجهوده في محاربة الإرهاب والفكر المتطرف وجعله الأردن موطناً للسلام في الشرق الأوسط والعالم